كابتان احمد ايدي عندك تحفظ على التشكيل يعني هل لو انت بتدير الماتش كنت هتشيل مثلا حد وحط حد ولا انت بنسبالك تمام على الناس اللي موجودة يعني انا كنت ممكن يعني في سيناريو الماتش كنت ممكن ابدأ مثلا مكان مكان مصطفى شلبي روما ان انا بشوف ناس كتير ابدأ بس بيوسف اسامة في الماتش يبقى موجود انا كنت اعمل كده بس يعني انا الموضوع بالنسبالك كان الباقي منطقي ان كنت برضو مختلف شوية كنت هلعب بالحج الطرف اما ممكن يلعب طرف بالحج بس هو برضو وابدأ بيه لحد دلوقتي هو حتى في الشوية الوقت اللي بياخده بيحسسك اللي هو موجود اصلا بص يا كابتان اولا انت وانت بتلعب من البداية الماتش غيرنا ما تنزل والفرقة نعسانة دي المرة واحد نمر اتنين انت مفترض قبل الماتش بيوم تجاهزني وتديني الثقة وتقعد معاي وتتكلم معاي خصوصا انا اللعيب كويس ولسا جاي وتقول تقولي انت حد كتسبني وانت وصفقة صح يعني انت وانت مدرب لا بيكون عندك اللعيب عايزت بتعمل ايه ايه ده حقيقة وهو كمان الوحيد اللي يمكن ما بدأش وانده كورة وهو بلعب على الطرف ومخدش فرصة حقيقية وبعدين هو كان مع اسوان بلعب كده بلعب على الطرف وبلعب تحت الراس الحبالي هو بلعب كده وبلعب كده فكنت لعب بالحج والعبدي يوسف وسلم النبيه وبناصر منسي فالة وانفعة ممكن انا تمثي تنفى اهو الله ايه المشكلة مستر جليليو هلا انا عايز مدرب اجنبي قالو واتمش جلال قالو جلليو جاتنا عبدالجليل بقى قالو مما انا مش من هنا قالو من ايه من ديشنا بقى ايه اعوالج باجنبي خد بالك بقولي كان بتاع عبديل جليلي جليليو ده بتجيب سير كده كليك شاهد لحبيبي طيب نص الملعب تعالتا ليه بقولك كده لانه وضع ان كابتن أحمد عبد المقصود وكابتن حسين ياسر ما عندهمش المخاطرة يعني هم برضه ماشيين حسب يعني هو قالك عد الماتش ده وانجز نادي الزا مالك اعلن دلوقتي قاله انه هم الجهاز الفني اجنابي ويوم الجمعة هيعلنوه بالكامل يوم الجمعة؟ ان الجمعة اللي جاي دي والنهاردة ايه؟ النهاردة ايه الحد؟ الحد الحد يوم الجمعة مفيش مدير فني ما هاخد بالك معندوش متشات معندوش متشات لغاية الجمعة مفيش متشات ما هو فيك كابتن اسماعيل موجود ومعاد كابتن أحمد عبد المقصود وكابتن حسين ياسر هيمرنو يعني يوم بس هم اعلن ان الجمعة اعلن ما بتفقوا ووضح انهم ما بتفقوا لسه بس هم اخدوا قارئة يعني ان نفهموا من ده حاجة ان بعد وخروج رئيس النادي النهاردة واضح انهم ما بتفقوا خلاص المدرب أجنبي عشان نقفل بقى صفحة المدرب المصري خلاص ان عادنا ايه مسكن انا متفق فيه احنا كنا مسكن الوردة أجنبي مصري أجنبي كل يوم بحيال وايه تسرعات من الادارة يعني مش نكاها ونات اعلام عجب بس انا العياد دي نقطة حلوة مصري مان وحدان طلع الوطني مصري كابتن خد لطيف طلع الاجنبي مصري مان تاني يوم قال وطني الوقت اتحزنت خلاص هو اجنبي فمشي انا اجنبي تمام انا معندش مشروع في موضوع الاجنبي ده بس انت تبقى عارف يعني الاجنبي اللي هو بقى جاي يبقى عارف الدنيا تبقى ماشي ازاي انت تتفق معا على ايه وحطت خطة اصلا للموسم اللي انت تلعب فيه دوت انت عايز منه ايه طيب بالنسبة بقى احنا اقولنا خلاص خلاص خط الهجوم انت معاف انه بالحج ويوسف اسامة وناصر اه تقابت المعنب ده لو بدأ بالخط ده اه برضو طب نص الملعب لو قلبناها بقى نص الملعب هل كان يبدأ بعمر السيسي يعني كل اتقال على عمر السيسي يا راجل واخر خمس ست ماتشات كان محل الانتقاد رهيب عمر السيسي دو كامبينزي 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 كان ماتشات كبير جدا لفتر الاخيرة وبدأ بالنهاردة طب كان يبدأ من مين ماهون بس برع انا شاف اسماء بيسو ايشو وابدالله محمد الناس دي طب انا ملعبش ليه هو لعب مع فريرا خلي بالك طب ايه المان انا كنت لعبه النهاردة ده على علا حتى لما اخسر قديني كنت مجربه اربعة اتلات اربعة جديدة خلي بالك هو ماهو مكانوش حاطيني في حزبات حتة الخصارة هو كان عايز يكسب عشان كده بيلعب بالنس اللي موجودة او الناس اللي رجلها في الملعب اعلى اهل يعني بعيدة عن طبعا مستقاهم ايه او الحتة الفنية او هم مش شايفين او شايفين في الملعب لكن هو بيبدأ بدي كده انتعف لو كان بدأ بعمر جابل في نص الملعب كان احسن الملعب بباك مش عايز يلعب باك اه على الخط زكارس على الخط هو لو لقى في نص الملعب لا ده على الخط مداري على الخط مداري اللي بيبقى وحش بيبقى على الخط مداري والله احنا معنا لعب خطة او ما هو ليه لا ما هو عاري في الكلام ده يعني على الخط تبقى لا مش مداري بس اه قد تعرف ايه في مطشط ايه او في فترة كده يبقى انت ملوش شوية اول دي بلغة الكورنية فانت بتبدأ تعمل ايه بقى يعني في مطشط مثلا وانت ملوش ازاي تبقى كويس برده اه طبعا اه والله انت تفرق بقى الخسائر اللي هو انا مثلا واللي الفرقة برضو المصلحة الفرقة يعني انا مثلا شايف ان انا ادائي مش في افضل حالاتك اه فبعمل ايه بس انا في الناحية الدفاعية شوية شايفي الراجل اللي بقى العملية سريعة شوية فبدي مسافة بيني وبينه ابدأ اه عشان بحضر اه انما ما بعانيتش نفسي يعني ما بعانيتش نفسي اه يعني ما بعانيتش نفسي فيه انا اصلا حالة الفنية مش كويس فابدأ اهاجم ففي ظهري الاقي كمية لعيبة بتتحرك وبيروحوا بفرص عجون ما اصلا مش يعني ما عنديش القدرة ان انا هاجم ودفع النهاردة خلاص انا الحل بتاعي ان انا اقف مكاني واقف دفاعيا بشكل كويس على الاقل مش هيجي من ناحية حاجة يعني كان هومر جابر يقف النهاردة مكانه لا يعني في حاجات خلي بالك الكورة فيها حتة بس ان انت ايه ممكن بتاعنت انت ما تعنيتش الكورة ما تعنيدهاش في ايه انا عشان الناس بتقول عليها وحش عايزة النهاردة اعمل كل حاجة عايزة باين للناس ان انا بقى في كل حاجة فتيجي نقطة عكسية ان انت ما بتعملش حاجة بالعكس بيتبان بطريقة من عندك فتبان اكتر انك مقص لازم تسايسها ايوه ما تعنيدهاش ما تعنيدهاش اللي هو انا مش في افضل حالاتي فانا اعمل كل حاجة برضى انا مثلا روحت الواحد بده واحد ثلاثة اربع مرات وقرطت اتقتها مني فهم انها مش هروح الخمسة ابدا او خرجوا زي نمار ما هو راح خمس مرات خرجوا عشان هو خمس مرات وربعة ان ما هو ايه لو ادى وقت بين الواحدة والتانية انت مش هتكو بالك ايوه انما ما تفضل ايه كل ما كرة جيلي اروح لعيد ويقطع من اروح لعيد ويقطع من اي حد قاعد حتى اوه يا راجل ده الكرة تتقتها منه خمس ستم وانت فاهم يعني جاذب الانتباع حد اعتقد كده حتى ان زمانك ممكن ينافس على المركز التاني في الدولي ولا اوه موضوع المنافس على يعني مع ادارة فنية جديدة الوقت اهو بيقولوا هيجي مدرب اجنابي مع جهاز فنية اجنابي هل ممكن اللاعبة دي تفوق يعني هل يحصل حاجة ترد الجمهور في نهاية الموسم هو كل شيء وارد انت يعني في الكرة كل شيء وارد بس انت الدوافع بتاعت اللاعبة ديت مين هيجددها لو مدير الفني اكيد لو مدير فني عنده الحتة ديت بشكل كويس ويجددهم دوافعهم تفرق كتير جدا مجلس الاودالية كده مدير فنجيب اجنابي لازم تجيب اجنابي معروق قوي طبعا انت مالهاش حل تاني انت مش هتجيب اي حد وخلاص انا بحتة طرح اي حد يعني انت لو حد بيتكلم في تكيس انا ببقول لا الموضوع يبقى صعب على نتزة مالك الصراحة الموضوع صعب وهيبقى الموسم منتهى بكل ها هو كده كده الموسم منتهى انت بتلعب على حاجات قليلة في الاخر على البطولة العربية على كاس مصر بس الترجل بتاعك وانت تخش دور الابطال ديت لحد اخر يوم انت بتتكلم لسه فاضل حوالي مثلا لزمالك 14 ماشه في الدور فالموضوع بالنسبالك لسه بدري في الدوري بالنسبالك عشان ترجع تشارك انت كل ما بتعلم وتروح لمكان بعيد فالامور بالنسبالك بتبقى كويسة طيب نروح بقى للمنهاردة في زمال خلاص خسر الممراكة النتيجة الوحيدة يا راجل في الكاس الرابطة اللي خلصت بفوص فريق لا الاهل والمصر الاهل انسحب ايو برضو نفس النتيجة 3-0 شو انسحب ايو 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 صح 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 واللي شفت بكل اللي عملها كده اللي جات في عالي لطف اهو في المعاص الضون التاني طب اقول له ايه طب كانت غلطة من رابطة ربيعة ما تدغشش طيب على برامج بداعة الماتشوات هتلاقي النتيجة مكتوبة هتلاقي النتيجة يبقى الفداتين اللي خصلوا للعالي وزمان 3-0 اللي حاكم خادم اهو ثلاث myths